أيضاً ساري وين وصل برسمتها اليوم اللي هو اختار أيضاً من فنانات اللي هن زمن الجميل في العراق وخلينا شوف هل أنتوا عرفتوها ووصلتوا وإحنا اليوم جبنا ساري مو بس على مود أنه بس يطرز رسمة لا حتى أنه بعض الشباب اللي هم بعمر ساري يتعلمون الرسم عدتهم استشارة عدتهم ربما تطريز موهبتهم الفرشة أو الريشة كيف أيضاً هي تنتقي الألوان وتنتقي أيضاً اللوحة وتنتقي أيضاً الرسمات جاهز؟ يلا يا ساري وينك تسمعني؟ ويايا يا إيهاب وياك يا حبيبي أكيد وياك طبعاً أريد أنوه شيء أنه أنا أشكر شباب بغداد لأنه الاستوديو اليوم ده شوف دي ناسب الأجواء هاية صح مطرباتنا هنانا على الشاشة وأتصور هذا ينطي نكهة خاصة بالفقرة أكيد ودعم معنا أيضاً إليك لأنه نحن حريصين اليوم كنا وأيضاً حتى محمد العبيدي أيضاً على تطريس هذا الموهبة اللي هي موهبتك فاهم؟ فتستاهل أكيد كل التحية إلى طبعاً مثل ما أنت قلت إحنا دن نتواصل أكثر ويا الناس أي شخص من الشباب أو يحب أنه يشوف شخصية نرسمها أثناء الفقرة كلي يجزلنا على السوشال ميديا أو يعلق على الفيديو دينزل على اليوتيوب ما الفقرة بس بالشخصية اللي يحب نتطرقلها ونحكي عنها ونرسمها بوحدة من الأسابيع الجاية طبعاً أنا هسا وصلت وصلة زيانة بالرسمة يعني حطيت رؤوس أقلام فما أدري إذا وصلت شوية الشخصية اسمها الحقيقي فاطمة ها بطيت الاسم يعني قبل اسمها الفني ما راح أقولها ها فاطمة بدون لقب هذا الحقيقي مول الفني ها الحقيقي الحقيقي فاطمة أول مطربة بالإذاعة العراقية معتمدة أول مطربة بالإذاعة العراقية معتمدة رح أجاوبك بعد الفاصل شرايك حتى تفكر به أكثر يلا بس رح أفوز عليك مثل الحلقة الفاتت اللي أنا اكتشفت لك أيضاً الشخصية ها لا هالمرة ما راح تفوز هالمرة مستحيل بعدك أنا رح أرجع لك يا حبيبي نطيك الصحة والعافية أيضا رح نتبع وياك وين رح توصل الرسمة وشكراً أيضاً لمكتب بغداد على هكذا دعم حلو وأيضاً شكراً على اليوم الشكل الجميل اللي موجوده الإضافة الجميلة في سماور ساري نحن عدتوا بيش الساعة يامكم ويراد أني ساعة بالستيديو شكت الساعة يالكم يلا خلينا نشوف أيضاً بآخر مطاف مع ساري وين وصل بالرسمة ورح يعرفنا أيضاً على الفنانة اللي هو انتقاها من خلال رسمة سماور ليوم الجمعة إيا حبيبي استانست بالشعر النبطي؟ محر مخاني يا إيهاب استانست بالشعر النبطي؟ كلش يعني صح حلسانة ضيفك حبيبي أنت صح بدنك تعال قل لي وين وصلت بالرسمة؟ طبعاً أنا تقريباً خلصت اللوحة أيوة خليت اللمسات الأخيرة عليها ضل هيك كم شغلة بسيطة شين هيك كم شغلة؟ ونكشف للناس منو هي المطربة اليوم ونعرفهم عليها طيب تحكي لي أيضاً عنها وانت جاي ترسم؟ حتى الوقت لا يداهمني يلا خلي شوفاً يلا أي طبعاً مثل ما قلت لك هي تعتبر أول مطربة عراقية معتمدة بالإذاعة العراقية يعني أول مطربة غنت بالإذاعة نعم تمام؟ هذا يمكن أشهر شي عنها شون رأيك نغل برسم ونعرف الناس بيها؟ لأنني تحمست يلا يلا خلي شوف خلي شوف الناس أيضاً للرسمة طبعاً الشخصية اليوم هي أي؟ زكية جورج زكية جورج الله الله فنانة عراقية انولدت بحلب سنة 1879 وجدت البغداد عام 1920 حتى تشتغل بمقاهي الطرب والملاهي المنتشرة أنذاك اشتغلت بالبداية كراقصة مع شقيقتها لكن سرعان ما جذبت الأنظار الصوتها الدافئ وبمساعدة مجموعة من شعراء وملحنين ديش الحقبة قدرت تكون وحدة من أهم المطربات وتصير فاطمة الراقصة زكية جورج وحدة من أشهر مطربات فترة الثلاثينات بالعراق وأول مطربة وأول مطربة عراقية تنافس الرجال بالإذاعة فترة الثلاثينات طبعا استمرت بعطائها الفني لحد وفاتها سنة 1966 ومن أشهر أغانيها الخالدة قلبي خلص والروح ملت الأفراغ تاذيني أنا من أقول آه والبير الله يعني أحييك أيضا على شجاعتك على ثقافتك وعلى انتقائك وهي من الفنانات القلائل اللي أيضا واجهوا صعوبات في حياتهم في مسيرتهم في المشارهم الفني بما أنه هي أول فنانة دخلت الإذاعة والتلفزيون فواجهت صعوبة حتى من الرجال والمحاربة أيضا كانت من الرجال وحتى أيضا عدم تقبل زكية جورج في ذاك الوقت صح؟ صحيح طبعا أنوه أكيد وأنوه للمرة الثانية يا إيهاب أنه أي شخصية الناس يحبون يشوفوها ويانا من مضرباتنا وفناناتنا القديمات يعلقونا على فيديو اليوتيوب اللي ينزل كل أسبوع فيديو الفقرة باسم الشخصية حتى نطرقلها ونسالف عنها بالأسابيع القادمة يعني أنا أقولك جمعة مبارك علي كنت بطل وفارس حلو جديد الجمعة الجاية رح أنتظر أيضا بشغف طلالتك وياي ورسمتك وانتقائك لفنانات العراق الخالدات أيضا في خلال المشوار الفني شكرا جزيلا إيهاب وشكرا لمتابعتكم يا حبيبي أنت كل الحب والاحترام أيضا لحضرتك ولمكتبنا في بغداد وشكرا وهكذا أيضا ثقافة جميلة اليوم نطرز لكم يا من خلال سماور